السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير ومهنين وبصحة جيدة اليوم راح نشارك معكم فطائر سهلة اقتصادية بزاف بنينة بالموجود عندكم في الدار يجون خفاف رطبين قطنيين ما تشبعوش منهم ونتمنى اقترح اليوم من الاعجابكم وبرتجوا الفيديو مع الجامعة حتى تعم الفائدة والاعجاب بالفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي بسم الله على بركة الله نبدو في الوصفة نتعنا اذا نحتاجوا ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر حبيبات وكاستاء الحليب دافي ونصف كاستاء الماء دافي نخلط المكوينة مع بعضهم حتى الذوب الخميرة والسكر مع الحليب والماء راح نزيدوا نصف كاستاء الزيت وبيض حبة بيض الصفار نحتفظوا به راح ندعنوا به الفطائر فيما بعد ان شاء الله والملح راح نزيدوه مع الفارينة انا نكمل نخلط المكوينة مع بعضهم حتى تم تزيج الزيت مع باقي المكوينات كما راكم تشوفوا بعد ما خلط المكوينة مع بعضهم في الاخير راح نزيد الفارينة الفارينة راح تزيدوها بالتدريج يعني في كل مرة راح تزيدو شوية تاع الفارينة حتى تليموا العجينة تعكم وتتحصلوا العجينة بزاف طرية نزيدو نصف ملاقة كبيرة تاع الملح هناك كما راكم تشوفوا بعد ما جمعت العجينة التاعي راح نزيدو ملعقة كبيرة مارغارين ديما شوفوا لبناءة مارغارين ديما تمدلنا نتيجة بزاف هيلة ذوقها ذوق الزبدة وما فيها شقاع الريحة وبزاف الاخوات اللي يشكروها في التعليقات كل ما نقرأ التعليقات يهضروا بزاف على مارغارين ديما والعجينة التاعناها راح تجينا بزاف خفيفة رطبة وقطنية هذي العلبة فيها 250 جرام راح ناخد ملعقة واحدة فقط كما راكم تشوفوا من عمروها ش ملع هنا نبدأ ندخل ملعقة لامارغارين في العجينة التاعناها بهذه الطريقة هاليكم العجينة التاعناها كما راكم تشوفوا تحصلنا العجينة بزاف طرية وما تتلاسقش في اليدين وما عجنتهاش يعني كما عودكم دائما بدون عجين وبدون دلك وبدون اي مجود تشوفوا البنت بيش تعرفوا وتتأكدوا العجينة التاعناها ما عجنتهاش كما راكم تشوفوا ماشي ملساء خاطش العجينة كينا عجنوها تولينا ملساء هنا راح نغطيها بترشونة ونخليها في مكان دافي حتى تخمر اذا بعد ما خمرت العجينة التاعناها كما راكم تشوفوا جات ماشاء الله جات روعة بزاف حيلة راح نقسمها الى كويرات وزن الكويرا راح يكون ستين جرام بعد ما كورت العجينة التاعي نجيب الصينية نفرش لها ورق الطاهي نحطهم بهذه الطريقة راح نغطيهم بمنديل ونخليهم يرتاحوا مدة خمس دقائق فقط هذا ما كان ما تخلوهمش كتر لو كان تخلوهم كتر عندما تطيبوهم راح يفتحوا لكم في الفرن كما راكم تشوفوا بعد ما خليتهم مدة خمس دقائق عندي سافار حبة بيض مع نصف ملعقة كبيرة تاع الحليب واندهنوا العجينة التاعنا واذا ما تحبوش البيض ولا عندكم حساسية منه راح ادهنهم بالحليب ولا بالماء وفي هذه اللحظات الفرن تاعي سخون سخنتوا مسبقا راح نطيبهم في 200 دراجة سانية نحطها في الوسط والفرن شعلوا ملتحتهم الفوق في وقت واحد ونرشوهم بالسانة وجوج ججلان وناخذ مباشرة سانية تاعي نواسيها في الفرن ونكملوا باقي التفاصل فيما بعد ان شاء الله هنا نبدأ نوجد معكم الحشوة الحشوة تاعنا راح تكون بسيطة في نفس الوقت اقتصادية كما راكم تشوفو في مقلان ندير شوية تاع الزيت راح نديروا 4 ستر تاع الجاج ونصف حباب اصلة ممكن تقطعها الى شرائح ولا بنفس طريقة نزيدنا را بيفاس تاع الثوم وبالنسبة للتوابل راح ندير الملح الفلفل كحل والكمول والكركم نزيدوا ربع كاس تاع الماء نحط لها الغطاء ونحطوها على نار قليلة كما راكم تشوفو الخبز تاعنا بعد ما طاب نحيتو من الفرن غطيتو بترشونا خليتو مدة خمس دقائق باش ترجع لها ذاك الحرارة ويبقى محافظ على الرطبة شوفونا البنات نقسم معاكم واحدة كما راكم تشوفو ما يجيش معجن يجي روع بالسف خفيف هنالجج تاعنا بعد ما طاب رحيتو في الاشواخ راح نزيدو الزيتون الاخضر ونزيدو المايز ونزيدو زوج ملاعق كبيرة تاع الفرماج كما راكم تشوفو الحشوة تاعنا بسيطة وفي نفس الوقت بزف بزف بنينة بزف هيلة هنا راح نخلط المكونات كلهم مع بعضاهم وبهذا الطريقة الحشوة تاعنا راهي وجزة ونحتاجو المعد نوس والجبن المبشور هنا نبدأ نواسي الحشوة تاعنا في الخبز بهذا الطريقة نوسي لها الفرماج على الجوانب هكذا بهذا الطريقة كما راكم تشوفو ونرمدوها في الجبن المبشور وهذه هي النتيجة اللين تحصلوا عليها راح نزيد معاكم وحدا نزيد معاكم وحدا كما راكم تشوفو الخبز تاعنا نواسي الحشوة نرمدوه في المعد نوس ونكمل كامل كمية بنفس الطريقة ونشوفو الفطائر تاعنا في شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله اذا هذا هو الشكل النهائي للفطائر اللي حضرتها اليوم معاكم حضرنا فطائر سهلة اقتصادية بنينة بزاف بالموجود عندكم في الدار كما راكم تشوفو جو بزاف خفاف رطبين قطنيين متشبعوش منهم وهنا بلا ما نزيد نقسم معاكم وحدا خاتش كي طيبتهم قسمت معاكم وحدا وشفتوهم من الداخل كيف عشي جو خفاف ماشي مع شنين نتمنى ان شاء الله الوصفة عن نهار اليوم تنالي اعجابكم وتجربوها واللي راح تجربها نقولها بالصحة والهنا وفي الاخير ما بقى لغير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نتلعوا في روحتيكم في امان الله